تغمر منمي مقاطعة بيرموغرين وهم يستلمون حصصهم من علف المواشي ضمن خطة وطنية لدعم المنمين في الولايات الشمالية من البلاد تشرف عليها مفوضية الأمن الغذائي من أجل إنقاذ المواشي في هذه الولايات من تأثيرات سنوات متتالية من الجفاف هذا الانتاج فات عدلتنا الدولة في مساعدة التنمية والله حقيقة سنة لعاونتنا ورقم أمي قلت ثمن وقلت أسعاره والله صراحتنا اللي عاونتنا به زايدة لذاك والله الحيوان اللي منزالي يتطلب الحقيقة ياسر أكثر من ذا اشتهاده يتعلق بالسحاب والسحاب الحقيقة منزال تعرف حانها ما فاجأت قال لي قائل لك على أن ماننا صعبين عنه وشاكرين الدولة ورئيسنا اللي عدل المشاون هذا الحش وفوق المناسب اللي حيواننا هو نصوخ له ونصوخ منزلنا نعالجوه به ومن دون نفاقه ومن دون تجمل لأن هذا اللي رأينا ذو السنوات السنتين السنة الماضية وذي السنة رأينا في دولتنا رأينا في السيد الرئيس محمد والشيخ الرزواني ذا اللي مشاننا من الحش اللي ما رأيناه احنا قاعد من انخوصنا ما نحياه فلحنا حييتنا وتوزع الكميات المتوفرة من علف المواشي على المنمين في بيرموغرين ضمن منهجية تعتمد على حجم ونوعية المواشي المستهدفة كما شفتوا انتم واتجولتوا هاي المقازينة الحمد لله ملانة والمقازينة الثانية فتبارك الله من شاء الله انكم شفتوا وهذا كامل هون مطروح والتعليمات جاية من المفوضية عن ما يحكم عن المنميين بصفة خاصة ولا يحكم عن الناس اللي صنع المستهدفة وكلهم يجي ومعاود ما ديوله في لايحة ويكي لايحة تعدل عند المقاطعة وهي والبلدية شارفين عليهم شارف عليهم بلخص قاعد البلدية والمنميين رئيس المنميين هو المكتب وجينا احنا هنا تياه نطرسهم بطريقة سليسة واستفاد منمو مقاطعة بيرو مغرين حتى الآن من 450 طن من العلاف يأمل المنمون ان تساعدهم على تجاوز فترة الجفاف التي تعرفها الولاية منذ فترة سيد احمد البوكر سيرا بيرو مغرين الموريتاني